شوفنا فارس اسكندر ببرنامج شو القصة حقا انه تشبيه امهاتنا واخواتنا بالفنانات هيدا مزمه والفنانات اليوم كلهم عم بقدموا تنازلات للوصول اليوم حضرتك كفنانة شو ممكن ترده المشكلة لما الحدا بيحكي بنفس ذكوري انا بشكل شخصي اكيد ما بعرفه ما فيش بيني وبينه ولمحت هيدا التصريح لمح يعني اليوم اذا المرأة بمساعدة الرجل بيصنعه هيدا المجتمع هو الرجل بتحكم بالوسط الفني والادارات الفنية وهيك فهو بدي شوف المشكلة من وين بعدين على فكرة في كتير فنانين زلم وكتير شباب بالمجتمع دايما البنت مسيطة انه هي بتتنازل فيه شباب بتنازلوا وبتنازلوا عن كتير قصص وبيعملوا فواحش احيانا لا يوصلوا اول شي التنازلات هيدا شكل بتصير شخصي يعني حدا بيختار مش قصة فنانة او فنان او مهندس او مهندسة هو شكله معاشر ناس مش بالمستوى الفنانة اكيد مثل الدكتورة مثل المهندسة انساني عندها عندها تربية معينة جاي من بيئة معينة من خلفية معينة انا متأكدة انه هو اذا حيراجع حكي وحيحس بالاسف لانه ما بتخيل الفنانات كلهم يعني انه عايب يعني اول شي اهاني المرأة اللبنانية اللي مثل مسان ستنج وكرع ماجيد الرومي دول كلهم فنانات كلهم بنحطوا على راس ونفتخر فيهم لما بنطع لبرة بنقول هالصابية من لبنان وهالصابية من سوريا يعني بيمسلوا بلاد فهو طلع ضربة بيقولوا بعرض الحاقط كل هالرموز اذا بدنا نقول الحلو اللي بنحترمه وعرفنا لبنان من صوت فيروز وعرفنا وحبينا لبنان بصوت فيروز يعني فهو يخلط الحابل بالنابل بس اذا هو اكيد عم يروح كتير على محلات معينة عم يشوف الناس اللي بتشبه الشي اللي حكي فيه بس اكيد حكي ومش حلو هل انت قدمت تنازلات لا توصلي لانه قال كل شخص ما عم بيضايحة النجومية كتير كبيرة ما قدمت تنازلات اليوم شوفك انت بتنازل غنية وبتزيحة وبترجع هيدا هيدا بيعني انه انت قدمت تنازلات او رفطت كرمال هيك ما فيه شركة انتاج دايما عم بتفت كتير مصاري لا هلا دايما بأي مجال اكيد فيه طريق سهل وفيه طريق اللي هو فيه سئة والصعوبات والانسان بده يصبر انا بلاقي كاسم الحمد الله صرت بين الناس موجودة ومحبوبة ومحترمة عم بعمل يعني ما ضرورة الانسان يحوكش على الدنيا كلها متل ما قلتلك قابل فيه غير فنانات فيه فيه مهندسات فيه دكتورات فيه هاي حسب الواحد شو التارجة تبعه بالحياة لا شك انه نحنا بنحط احيانا قدام مواقف يبتزونا فيها بس هيدا مش خص متل ما قلتلك متل ما البنت احيانا عم تتعرض لمواقف يبتزوها كمان الشباب عم يتعرض في شباب عم تتنازل في شباب تضحك على نسوان وتخلصوا مصاري وفي شباب بتطلع على ظهر مرة بيدحك علي بالحب وبالهيك في يعني انه هيو خيار بس اكيد اصعب اذا الانسان بده يضل بكرامته بأي مهنة بالعالم يوم شو بتردعه هيدا الحكي؟ اول شي بدي اسأله ليش هالذكورية لحتى عم بيحط الامرأة بخانة معينة والرجل بيحقله ملايا حق للمرأة يعني الرجل اذا غنى او اذا كان ممثل او فنان بشكل عام يعني منى مدمة بس المرأة اذا غنت او كانت فنانة يعني مدمة هيدا الشي منو مظبوط هيدا اولا وما فينا نعمم تانيا يمكن فيه اشخاص اضطروا انه يقدموا تنازلات بحياتهم وهن مش بس فنانات هن كمان فنانين يعني سيدات ورجال لاتنين اناث وذكور ولكن مش الكل مش معناتها انه الكل قدم تنازلات لحتى يوصل والتنازلات تختلف مرات التنازلات مش بالضرورة نروح دغري براسنا على الاصص الجسدية او اصص اللي قلع معاني معينة يمكن تكون تنازلات مادية يعني مثلا يمكن قبلت الفناني او قبل الفناني ياخد اقل اجرا من ما بياخد بالعادة كرميل ياخد حفلة معينة هيدا كمان بينعد تنازل بس هيدا ما انه تنازل له علاقة انا اكيد واجهت صعوبة موضوع التنازلات انا اكيد واجهت صعوبة كتير وانا باعترف انه نحنا بمجالنا منتعرض منتعرض كتير لقصص معينة يمكن نحنا منكون مش رايدينة وما بدنا اياها وانا لانه في كتير قصص ما كنت رايدتها وما بديها وما قبلت فيها هيدا الاشي اكيد اخرتني ببعض المطارح اثرت علي ببعض المطارح وقال لي يمكن انا كنت وصلت لاهداف او لاحلامي او لا الاصص اللي انا مخططتها وحططها ببالي اسرع دي اكتر مبلغ نعرض عليك كرميلت قدم تنازل اوه نعرض علي مبالغ كتير ما فيه احصى وعد وما بقدر قللك يعني وصلت المبالغ للملايين انا كنت فيه بكل بساطة لو بدي اعملها هيدا بالنتيج انتبهي انا ما يعني ما بحكم على حدا هيدا قرار خاص كل انسان حر بحاله يصطفل بحاله ليش نحنا بننا نضلنا مسكين الورقة والقلم وعم نعير غيرنا وعم نحكم على الاخرين كل واحد يختار طريقه ويعمل اللي هو بناس ولي هو بديه فانا بيراقي مع احترامي اكيد لفارس اللي هو فنان ويلي هو مؤلف ويلي هو من الاشخاص اللي اغنيهم اكيد ضربته وصلت من خلال صوت الفنانين اللي عم بيقدوله اغنية انا بيراقي ما لازم يحكي هيدا الكلام بالعكس نحنا لازم نكون support لبعض لازم نوقف حد بعض لازم ندعم بعض ولازم يكون شي محبة بقلوبنا لبعض لان هي المحبة بتوصلنا وبترفعنا مش نضلنا ناطرين بعضنا وعم نخوزق ببعض وعم نفخط ببعض يعني ما باعرف لاش نحنا بعالمنا العربي وخاصة بلبنان يعني منفكر بهالطريقة وانا بتأسف على هيدا الشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر